فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراءات جديدة للتلقيح قد تؤثر على حوالي 100 مليون أمريكي كجزء من خطة عمل جديدة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بسبب متغير ديلتا شديد العدوى. وفي خطاب من البيت الأبيض طرح بايدن مبادرة من ست بونود لتعزيز التطعيم وتحسين الوصول إلى الاختبارات وتوفير علاجات كوفيد-19 على نطاق أوسع. وتأتي إجراءات بايدن الأخيرة لمكافحة الوباء بينما يشتاح متغير ديلتا المجتمعات في جميع أنحاء البلاد متسببا بارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات خاصة في المناطق التي لا تزال فيها معدلات التطعيم منخفضة. وتم تطعيم 53.4% من سكان الولايات المتحدة بالكامل وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.